كرمت مؤسسة أرتا للإعلام والتنمية سيدات نادي عامودة بطل الدور السوري العام لكرة القدم في نسخته الأولى وذلك بحفل أقيم في مبنى إذاعة أرتا إف ام في مدينة عامودة بحضور الرئاسة المشتركة للاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة اليوم نحن في إذاعة أرتا حيث قامت مشكورة وكما هي عادتها بتكريم الأبطال اليوم كرمت سيدات نادي عامودة الحائزات على بطول السورية بكرة القدم على الملاعب المكشوفة طبيعي هذا التكريم يجب أن يكون حافزا لجميع الفعاليات في المدينة فعاليات اقتصادية واجتماعية بتكريم البطلات بتكريم الرياضيين كون الرياضة تشكل الوجه الحضاري للمدينة فنتمنى أن يحذو حذو أرتا بتكريم الرياضيين في المدينة تكريم الرياضيين وأصحاب الإنجازات دائما ما يحفز الرياضي على الإبداع والإنجاز وخاصة عندما يكون التكريم من المؤسسات العاملة في المنطقة اليوم دعم مؤسسة أرتا دعم كثير لنا يتعملنا ويحفزنا أنه بالأيام الجاية نشتغلها حالنا أكثر نحقق بطولات أكثر طبعا ألف شكور لهم عن دعمه لله تكريم مؤسسة أرتا للإعلام والتنمية كان له أثر واضح على رفع معنويات لاعبات نادي عمودة بطلات الدوري السوري لكرة القدم وهو ما سيدفع اللاعبات إلى بذل المزيد من الجهد لرفع المستوى الفني وتحقيق الإنجازات والبطولات في القادم من الأيام شفنا الدعم لا يسبوقه وفراحة نحن اتفاجأنا بهذا الدعم من الأشخاص الموجودين بسوريا وخرج سوريا نحن لم ننسى الدعم للإعلام اللي كان ورانا على رأسهم هي إذاعة أرتا سورت هذا الموضوع عطانا مسؤولية كتير كبيرة بس كمان كان عامل محفز كتير هامل نحن قدرنا نأخذ الدوري بدون أي خسارة من الرحلة اللي هي تكريم مؤسسة أرتا للإعلام والتنمية لم يكن الأول من نوعه للرياضيين وأصحاب الإنجازات في الجزيرة ولن يكون الأخير وهو من الرسائل الهامة التي تريد المؤسسة أن تنشرها لدعم أفراد المجتمع والعاملين على الأرض في المجال الرياضي في المنطقة اشتركوا في القناة